فقداني لأحبة حياتنا هاي شخصيات مضت علينا ورحلوا إلى عالم الموت بس يعني أكو أكو شخصيات ما تقدر تنساهم لا تقدر تنسى ضحكتهم لا تقدر تنسى بكاهم ولا تقدر تنسى ابتسامتهم ولا تقدر تنسى بصمتهم بالحياة لأن هذه شخصيات ما ممكن أنه ما ممكن تنساهم أنا يعني كل شخصية شما أتذكرها أحزن شخصية ما أقدر أنساها شخصية فنان نزار كاسب الله يرحمه هذه شخصية الفنانة ممثل رائع شخصية رائع يعني بالحياة الاجتماعية شخصية منفتحة صاحب الضحكة الجميلة وبالإضافة لأنه ممثل بارع على المسرح يعني من يدي على المسرح يترك يعني إلى حضور عند المتفرج هذه شخصيات باقية باقية بذهني ما ممكن أنساها حالة حالة ممثلين رائعين بالعالم وعنا هيش يعني أقارنا هذه الشخصية بالممثلين والرائعين الله يرحمك يا نزار كاسب أيضا في منطقة الفقدان شخصية ما نقدر أنه ننساهم مستحيل الأب والأم يعني أنا مرات أفكر أقول لدول يعني هاي الأب والأم يضحون الأب يدعمل حتى يجيب النقوة اليوم الأم يدراعتني والسهر والمرض يعني مني أذكرهم أتعلم وأنا يعني تعبت تعبت وهذا التعب نتيجة هم تعبهم هم كانوا يعني من شخصيات التي تدفعني نحو النجاح ووصلت إلى هذه المرحلة ترجمة نانسي قنقر دنيا فرق أخفرق لابد نفتريك فديوك جلد غلظة جلد غلظة حسبتك تغل هل تعرفوا معنى الكلمة؟ عيسى ما كان سوى كلمة موسى ما كان سوى كلمة شرف الرجل هو الكلمة شرف الله هو الكلمة أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في برنامج حالات استثنائية حلقتنا اليوم استثنائية بالفعل ضيف الحلقة الدكتور عبداللطيف هاشم دكتور عبداللطيف هاشم علي الكعبي خريج محد فنون الجميلة في محافظة البصرة جمهورية العراق عام 1986 خريج فرع الإخراج من محد فنون الجميلة بعد أكمالي لمحد فنون الجميلة أكملت دراسة البكالوريوس في كلية الفنون الجميلة جامعة بابل في قسم التربية الفنية الاقتصاص التربية مسرحية عام 1992 تخرجت من كلية الفنون الجميلة جامعة بابل بعدها أكملت الدراسات العليا لدراسة المادستير عام 2000 وكان موضوعي عن التقنيات وبالأخص الأزياء المسرحية بعد أكمالي لمادستير أكملت الدكتوراه في نفس كلية كلية فنون الجميلة جامعة بابل وفي عام 2011 كملت الدكتوراه وكان اقتصاصي الدقيق يعني اقتصاصي العام تربية مسرحية واختصاصي الدقيق تمثيل مسرحي لأن كان موضوعي في اطروحتي عن اعداد الممثل في الورش المسرحية في العراق من هو دكتور عبداللطيف هاشم وماذا يريد؟ أولاً دكتور عبداللطيف هاشم إنسان بسيط ولكنه يحب الفن يحب المسرح يعني حب المسرح يعني ما اقدر انه اوصف لي يعني مثل العاشق اللي يوصف حبيبته ما يقدر يوصفه يعني ما يعني ما تأجزي كلمات فأنا يعني احب المسرح ما اقدر اوصفه يعني اقول فقط انه هو حياتي من فين هو حيات المسرح هو حيات تعدد في العطاءات تعدد في تقديم الأعمال المسرحية إن كنت ممثلاً ومرة أخرى مخرجاً ومرة أخرى في يعني منطقة التقنيات لكن اعتقد انك تخصصت في مسرح الطفل سيدة الشام يعني الناس بالنسبة لمسرح الطفل هم به فعات عمرية يعني من ستة إلى ثمانية من ثمانية إلى عشرة من عشرة إلى اثنى عشرة كل فعات عمرية لازم انه تكتبينها ناص خاص بها لأنه وعي وعي الطفل هاي بها فتختلف مين فيه فأيه أخرى ولهذا يعني لازم انه المهلف يكون ذكي انه يحدد الفئة العمرية من شه الطفل يحتاج إلى خيال خيال من خلال كتابة الناص وأيضا خيال من المخرج وأيضا ضروري أنه يمتلك الممثل الخيال الواسع لكي يجذب الطفل خلال العرض المسرحي هذا يعني ولهذا تجد فرق متخصصة في عروض مسرح الأطفال يعني بها بها متخصصين حتى بعلم النفس كيف أنه يستطيع أن يسيطر على الطفل لمشاهدة العظم الساحب هذا بما يخص مسرح الأطفال طبعا هذا الكتاب اللي بيديه هو أعداد الممثل عند المخرج الروسي قسطنطين السانسافسكي طبعا من الكتب المهمة بالنسبة للممثل أنه حتى الممثل مبتدئ ضروري أنه يقرأ عموما على مرة يعني عملت ورشة مسرحية لطلبه من العرب يعني من تونس من المغرب من الجزائر من العراق من دول الخليج العربي من سوريا من الأردن المهم فواجهني يعني مثل السؤال أكو غريب يعني من نسبة من أحد الموثنين قال لي الدكتور هل ضرورة أنه يكون الممثل مثقف عن سؤال جدا جميل وصعب خلاني أفكر يعني فجوابي كان إلي يعني إلى هذا الممثل أنه ضروري الممثل يمتلك ثقافة يعني مو فقط ثقافة المسرحية ثقافة من كل العلوم من كل العلوم لازم عندها ثقافة يعني شيء بسيط 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 هذه تكون عندها حصيلة ثقافية لأنه يحتاجها بالمسرح يعني مثلا علم النفس يعني ممثل من يتبنى شخصية ليجي يجسدها على المسرح لازم عندها معرفة بعلم النفس الشخصية يعرف كيف يحلل هذه الشخصية يعني أبعادها مثل أبعادها الجسمانية أبعادها شكل يعني وأبعادها المكانية وأبعادها النفسية وهي ضرورية هذه القضية كل الصراعات بالدراما يعني أقصد بالمسرح بالنص الأدبي هو الصراع ما بين الشخصيات وهذا الصراع سببه قضية نفسية أما الغيرة أما الحب يعني فوق العادة يعني شون حب عطيل عطيل حب ولكن في غيرة ونتهي لها المسات المهم يعني مثل لازم يمتدك شيء أيضاً لازم يمتده معرفة بالتاريخ بالتاريخ مثل المسرحية يعني غاليله وغاليله الموالي في الرشد ضرورة أن يؤف هذه الشخصية منه منه ماذا حصل له هذا العالم الذي أثبت بأنه الشمس مركز الكون وليس فنت نظرية بطلي موس الذي كان يقول بأنه الأرض هي مركز الكون شوف هاي معلومات ماذا علاقانا الرجال المسرح؟ ماذا علاقة بالعلماء؟ ولكن هي ثقافة لازم تبتدك الممثل شون يدي الشخصية ما يعف تاريخها؟ مثل هنا يدي في المسرح الياباني النوا أو كابوكي لازم نعرف عن المجتمع الياباني بيته، عاداته، تقاليده حتى أقدر أجلسدي شخصية ومو أجسد أنا بشخصية عربية باين كل البعد يعني ما تقناع القضية كثيرا ما شكرا للخطرة أمي وبسمة أمي وضحكة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدق أمي الأم الأم مدرسة الأم حياة الأم وهي الحوب هي العاطفة هي الخير كل صفات الجميلة بالأم كل شيء بحياتنا وتعلمناه على يد لوم فاللوم يعني بالحقيقة تستحق هذه التسمية كلمات لم تقلها إلى والدتك فقط في داخلك فقط في قلبك ماذا تقولها مع الكاميرا رسالة من تكتور عبداللطيف عاشم إلى أم فقدت شام فقدت شام فقدت حناني فقدت حبي فقدت عايت فقدت ريحت بالبيت أحب إلى خبز أمي وقهوتي أمي ولمسة أمي أحب إلى خبز أمي وقهوتي أمي ولمسة أمي وتكبر فيها طفولة يوما على صدري يوم الموت يعني موضوع ما ممكن أنه ننهي يعني ينتهي في طرح ما في العرض المساهية ولهذا دائما يطرح بشي جديد 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 اشتركوا في القناة لابد نفتريك الفديو جلد غلظة جلد غلظة حسبتك تغاد نفترون دنيا فرق بابة نخيلة ساعة السحر أو شوفتان راح يلها عنهم المحمر البصرة البصرة حدثني عن البصرة بصرة بصرة أم الخير يعني بدل شاك السياب هذا رجل عجيب اللي وحيد يعني ربط العيون بالنخيل عيون يعني المرعة الجميلة بالنخيل وصف يعني وصف جميل البصرة أيضا جميلة بهذا الوصف البصرة أم العطاء أم الخير أم المحبة أم العطف أم الطيبة ولهذا يقولون عن أهل البصرة أهلها طيبون وكرماء محبون للخير قلت لك عوفني ورود ما ترتاح وشلك بيه مجروح صدماتي ترى كواية بكتور عبدالعقيف هاشم والحب الحب هذه هذه القضية ما ممكن أنه نتخلى عنها يعني مو فقط أنه حب للمرأة لا الحب لكل شيء الحب للناس الحب للخير الحب للفن الحب للبناء الحب للعطاء الحب للعمل الحب متحدد ولكن ذكي الذي يعرف كيف يوظف هذا الحب بشكل عملي يعني حوله من كلمة إلى فعل نا ناقبت الحب وخصوصه بالفن أنت كل فنونية بيحب أحب موسيقى 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 على أداءة يعني يؤدي بشكل حزين جداً وأيضاً المتلقي أو المتفرج يتفاعل معها للغضية الموسيقى يعني دكتور عندي سؤال لو سمحت تفضل أنا عندي شيء يعني سؤال شخصي أنا ملح بالنسبايلي تفضل بالمسرح مرات تكون الموسيقى مسجلة تصويرية ومرات تكون لايف شلو المحبة أكثر طبعاً اللايف أفضل أفضل هسا تقلي ليش تكتورها أيضاً نعم المسجلة أو الجاهزة الموسيقى يضطب أنه الممثل لمن يؤدي على ضوء الموسيقى المسجلة سابقاً ايه يعني الموسيقى الجاهزة شوف الفرق السل خاصة بالمسرح التعبير الراقص الفرق العالمية نعم دائماً يختارون الفكرة أو الموضوع أو على ضوءها يبدون أنه يلفوا الموسيقى يلفوا الموسيقى حيثناها تدريب صح حط يدخل على ضوء الموسيقى شنو يتراح شنو اللي يعني شنو فيضل الممثل لمن يجي حركة موسيقى مع مع عامل مساعدة له ما يجب الممثل أنه يجي حركات على ضوء الموسيقى يعني جبك الموسيقى جبك موسيقى 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 ترجمة لأفعال وحاسيس وحاسيس موسيقى فاللايف يعني الحية يعني دان تدريب وهذا ما يستخدمون الفرق العالمية دائما موسيقى حية يعني بس هذا العازف شون يكون ذكي يأرف شون هذا هذا شين نتحبر هاي الحركة والأضوها يعجف هتوق نفتقر هذي شيء ببصر طبعا كلها مسجل بصر بالوطن العابي كلها مو بالبصر ما كلها يفطل ما عنده لأس صح انا جيه موسيقى جائزة ايه ايه يعني هذي ترجمة موسيقى فرق العالمية ما عندهم هالقضية دائما موجود عازف اثناء تدريب مفهوض فمن يكمل عاصق الموسيقى جا 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 حتى من العرض طرح ما يسجلوها ايه بعد لايك موجود لا موجود هو عازف يعجف ايه نعم نعم يعجف هاي القضية فقلتك الموسيقى الحية يعني افضل طبعا افضل زين دكتور عادة المخرج يختار الموسيقى اما يعتمد على الموسيقى نفسه احيانا يترك المخرج لمصمم الموسيقى او منفذ الموسيقى باختيار الموسيقى الملائمة اذا كان هذا المنفذ الموسيقى مختدر صح اذا كان مختدر يترك المخرج حرية الاختيار وحيانا لا يكون المخرج هو اللي يختار الموسيقى يعني المخرج يعطان الاختيار نعم المخرج زاد المؤلف ايه طبعا طبعا بس هم يسمح المخرج اكيد يعني طبعا شو ما توافق العمل ما توافق ايه طبعا ايه طبعا ايه طبعا ايه طبعا ايه طبعا ايه طبعا كل اللي يقدم يعني يقدم على خشبة المسرح لازم يعني يكون توافق ما بين المخرج وهذا المنصمم نعم يعني توافق بالاها هذا قصدي وايضا الموسيقى نفس الحال نفس الحال موسيقى حلمي انه هو امتلك بناية مسرح خاصة به هذه البناية وخصصها لكافة الاعمال المسرحية بشكل مجاني حلمي انه ادرب بها الممثلين من خلال خامة ورش مسرحية لتطوير قدرات الممثل انا هذا حلمي وحلمي ان اتجول في العالم لكي يشاهد العروض المسرحية في كافة بلدان العالم المسرح هو الحياة المسرح هو الحب المسرح هو الكره المسرح هو الغيرة المسرح هو العطاء المسرح هو العاطفة واخيرا المسرح هو الحياة بكل تناقضاتها نعرضها على خشبة المسرح لكي تخترق عقل المتفرج ويغير من حياته نحو الأفضل لمن تقول شكراً ولمن تقول آسف أقول شكراً لأبي وأم أولاً وثانياً أقول شكراً لعائلتي لزوجتي التي ضحت معي طوال هذه السنين وأقول وأقول شكراً لأساتذتي الذين علموني حب الفن حب المسرح أساتذتي في محة فنون جميلة أساتذتي في كلية فنون جميلة جامعة بابل وأيضاً شكراً للأساتذة في كلية فنون جميلة جامعة البصرة وأخيراً شكراً لطلبتي طلبتي الأعزاء موسيقى موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة